صباح الخير صباح الخيرات لكل المشاهدين يلي مستعدين يبلشوا أولى لقائتنا بلقاء بيجمعنا مع ذلك كوتش زياد حمدين تومن فقريت والنس صباح الخير زياد صباح النور بلانش اليوم الحديث معك لحيكون كتير حلو لأنه الكلمة أنا دايما برددها وبحب الإنسان يرددها لنفسه ويعلمها للآخرين أنه أنا بيستحق I worth it أو I deserve هيدا الشي قدمهم أنه نحن أول شي نفهم مفهوم الاستحقاق شو يعني واحد يستحق وقت قلت استحقاق دغري تذكرت الاستحقاق الرئاسي بس هو أكتر بكتير من هيك اليوم النسيون طبع الاستحقاق لأنه خلينا نرجع نشوف نحنا من وين مبلشين نحنا مبلشين من محل أنه ما من نعتقد وما من نؤمن أنه نحنا منستحق يعني في عنا شعور داخلي من نحنا وصغار مربة فينا أنه نحنا we are not worth it we are not enough نحنا ما منستحق نحنا منا كيفين على طول لازم يكون في شي من بره بده يجينا على طول أنا عم بتطلع على اللي ما عندي على طول أنا عم شوف اللي نقصني على طول أنا عم حس أنه لازم أعمل شي ليحبني غيري أو ليتعاطف معي غيري so اليوم أنا بتصور أنه 100% مش لحقلك 99% 100% من الأشخاص بمرحلة من مراحل حياتهم حسوا أنه هنه ما بيستحقه مش كيفين مش كيفين لأنه يعني هلأ نحنا عم نحكي العالم لح تبلش ترجع لطف ولطة لأنه نحنا من نحنا وصغار هيدول هن العبارات لأنه كانوا يستعملون أهلنا ليدفعونا إلى الأمام لننجز موضوع معين صح إذا جاي علامتك 7 عشرة بتقولك مش كافية بدك تجيب عشرة عشرة من هناك بتبلش صح بتبلش من الأهل بتبلش من المدرسة بتبلش مننا نحنا لأنه نحنا يعني كائن حي منتطلع على اللي حوالينا وعايشين بمجتمع كامل مبني على أنه نطلع على شو في حوالينا واليستهلاك الاستهلاك كتير مهم الدعايات بتقولك أنت لتكون مبسوطة لازم تشتري هاي السيارة لتكون مبسوطة لازم تلبس هاي الماركة لتكون مبسوطة لازم تسافري هاي السفرة كل اللي حوالينا مش بس أهلنا كل شي حوالينا بقلنا أنه نحنا we are not enough أنه نحن لنوصل للي بدنا إيه بدنا نشتري شيء أو بدنا نستعمل سيرفيس أو بدنا نتعلم شيء ونسرون كتير مهمة أنت حكيتي عن العلاقة بالأهل اليوم بيحكوليك كتير عن الانكوندشنال لاف يعني الحب اللا مشروط اليوم الانكوندشنال لاف كتير 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 صعب كتير كتير صعب لا تتعلموا لا تفهم شيء يعني بلانش مش بس هيك ما نحن كمان الأهل نعايشين بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه يعني هن كمان مبرمجين هن كمان عندهم النقص اللي هن عم بيحسوه هن كمان عم بيعيشوا المشاكل طبعو له ونحن كأهل كمان يعني منعمل المستحيل منعمل أحسن شيء فينا نعمله بس بضل ما عم نقدر نعطي هذا الحب اللا محدود ولا مشروط من فكرة أنه اليوم الحب اللا مشروط صعب الواحد يوصل له يعني الشخص اللي نحن عم نحبه بده يحس أنه هو لازم يعمل شيء إضافة لا ينحب لازم يكون كامل شرط أنه يعمل هيدا هيدا الشيء بس كمان أرتبطت مفهوم أنه أنا لا أستحق هالشيء بأنه نحن نتكبل بالحياة يعني في ناس خلاص بترسم علي أنت مش شاطر فأنت ما بستحق تكون حاكيم أو مهندس أنت ما بعرف فقير ما بتستحق يصير عندك سيارة ومنعيش هونيك يعني خلاص منبلع هالمفهوم ومنتكبل فيه ومنعيش فيه أنا لأنه إنسان طيب ما بستحق يصير معي مصاري صح هونيك بنبقى يعني ما بنطور هذا الخطر هذا الخطر الكبير بلانش لأنه بالنهاية نحن مثل الكمبيوتر الكمبيوتر منحط له برنامج بصير هو يشتغل ضمن هيدا البرنامج ما في يطلع من هيدا البرنامج ما الإنسان نفس الشيء بالأفكار اللي بتفوت براسه بالإيمانات اللي هو بيعملها يعني أنا لا أستحق خلاص إذا هو لا يستحق يعني صارت براسه أنه هو هيدا الشخص لا يستحق أنا لاحق يريدك عن experience طرعيتي ليه أنا عم بحكي عن هذا الموضوع لأنه أنا من جمعة كنت عم بحكي مع شخص مع كوتش أنا بشتغل معه وفتحت لعيوني أنه أنا ما عم بقدر أعمل اللي بدي إيلا أنه أنا عندي ديب إيمان عميق جواتي وأنا ما شايفه يعني هو بيكون يعني هلأ يمكن العالم يسمعونا يمكن يقولوا لا أنا لا أنا لا وأنا كتقول أنا لا أنا لا بس برهنت لي بتصرف معين أنه ليك أنت عم تستخدم اللي أنا عم قلت لك إيلا تقنى حالك أنه أنت ما بتستحق أنا ما قلت هيك قالت لي سوأنا بهيدا اللحظة اكتشفت أنه إيه أنا استخدمتها لققنا حالي أنه أنا ما بستحق لأنه أنا عندي ديب بليف أنه أنا ما بستحق يعني شغلة كتير صعبة نوعالة لأنه نحن صلنا سنين عايشين بهيدا البروغرام سوأ كتير صعبة نوعالة حتى يعني هلأ أنت عم تحكي عم فكر لأنه كمان فيه أشخاص بقعد معهم زياد يبقوا نساء ما عندهم أولاد لأنه بتعتبر حالة ما بتستحق تكون أم صح والكوتين أنه ما صار عنده ولد بيكبوعة الله الله ما بده الله مراد بس ما هو الفكرة قدي أنت بتعب حالك أنه أنت يوديزيرف أنت بحقلك تكون صحتك جيدة بحقلك بحقلك يكون معك مال بحقلك تعيش السعادة نحن من رددهم هيدون بس فعليا كيف بدي أجذبهم وإنت The Luck Coach كيف بدي أجذب هال Lucky Three Words أو هالمفاهيم الثلاثة اللي هنه مفاهيم إيجابية خلي نقول فيهن حظوظ لنفسي طالما أنا وأنت وكلنا وكلنا عم يحضرون فيه شي علقين بهالبروغرام اللي قادمين بعقلاتنا صح بلانش أول شي هي بروسس طويل يعني ما أنه باللحظة والتاني أنا بصير عم غير هيد البروغرام ذلك براسنا يعني أنا أول مرة يمكن ماريلا بيرس أو شيء الكوتش العالمية هي اللي بلشت تقول I am enough من شيء عشر سنين أنا بلشت اكتشف نوشن أنا I am enough أو خمس سنين يمكن لهلأ لقدرت أفهم أنه أنا مني عم بعتبر حالي I am enough يعني خمس سنين أخدتني لقدرت أوصل لهذا المحل كيف فينا نوصل لهذا الشيء أول شيء بدنا نفتح عقلنا يعني بدنا نكون منفتحين أنه بدكون عنا مثل ما بيسموا growth mindset growth mindset يعني هو المايندسات أو العقلية اللي بتخلينا نظهر من جسمنا نظهر من أفكارنا نظهر من البروغرامز اللي نحن عنا إياها وهيدا شيء كيف نعمله بلق راية بلقنا نحضر كورشز عن نيخف أو سامينرز أو عن هيدا المواضيع شغلة تانية كتير 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 مهمة هي أنه وهيدا بتساعدنا بكل شيء أن تobserve ourselves يعني بدنا برجع بعيدة إذا بدنا نفهم ماركت معين بدنا ندرسه طب إذا بدنا نفهم حالنا بدنا ندرس حالنا كيف فينا ندرس حالنا بدنا نشاهد نشاهد حالنا نشاهد جسمنا كيف بيتعامل مع الظروف الخارجية أو مع الأفكار اللي عم تجينا براسنا نشوف كيف عم نتعامل نحن مع هيدا الأمور هيدا الشيء بخيرنا نحس إذا في ريزيستنس أو ما في ريزيستنس وقتا نحس إنه في ريزيستنس ما منزعل من حالنا أو ما منتضيق إيه أنا عم حس حالي I'm not worth it أنا 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 مني منيح أنا إنسان عاطل مين أنا ليكون معي سيارة مين أنا ليطلع لي هيدا الشغل صح مين أنا ليطلعوا فيي مين أنا لأنحب صح 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 مية بالمية هوني بدي يكون جنتل مع حالي شو بدي يجاوب يعني وقتا دماغي يقول لي إنه مين أنت ليكون عندك مركز معين مين أنت ليكون عندك بيت شو بدي يجاوب لميش لأ بدي أقول لحالي أنا 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 بكفي وأنا بستحق وأنا بقدر أعمل وأوصل للي بدي يه بس أنا لازم يكون عارف حالي ومركز على اللي بدي يه إذا أنا بدي هيدا الشي لح أوصله مين أنا يعني فيه يمكن ناس ما بدي سيارة أو ما بدي حب أو ما بدي أتسترا بيصيروا هني لأنه غيرهم عندهم يه بدهم يه هوني ملاح يقدروا يوصلوا له بس الواحد بده يقتنع مجوة وهيدا هو الحظ بالنسبة للي definition of الحظ هي أنه أنا اقتنع أنه أنا إذا بدي شي بقدر أوصله بس المشكلة وين مش أنه أنا ما عم بوصل للي بدي يه أنا ما عارف شو بدي مش واضح مش واضح شو بدي أو مفكر حالي بدي هيدا الشي وبصير أنا ما عم بوصله بفكر حالي أنه أنا ما عم بقدر أوصله لأنه أنا ما بوصل للي بدي يه بس لا هو أنه أنا من جواتي ما بدي هيدا الشي لأنه أنا لو من جواتي بدي هيدا الشي لح أوصله ومنشوفها بحوالينا في عالم بيفجؤونا بيكونوا منهم كتير قوية ومنهم كتير كذا فجأة بيوصلوا لشي يعني بيفجؤوك كيف وصلوله ليه لأنه حسوا بهذه اللحظة أنه هني من جوا بدون هيدا الشيء أنوية مانيفستت بدنا نشاهدها وكأنه حصلت بس كنت أريد أن أقول الحزوز بتلعب بعكس يعني أول خلي نقول المعطيات الخارجية يعني قد ما أكون أنا إنسان خلاص تناعات أنه أنا بستحق هيدا الأمر وأنا لازم أنجز وأنا لا أشتغل هاشي في حزوز في بيئة بتعكسنا هلأ أنا لحقلك لا لحقلك ليه كنت أشتغل بلبنان قبل بالإنشورنس كنا نشتغل نبيع إنشورنس بالبانك يعني أنت مهنتين ضد بعض ضد بعض دي بالمية فنروح على فرع بانك معي يعني يكون فيه بعدين هلأ بتذكر اسمها هنقوله على هوا ريتا قاعدة هون وزميلتا قاعدة هون ريتا عم تبيع 60 بوليسة بالشهر وزميلتا ما عم تبيع ولا بوليسة طيب نفس الزبونات نفس الانفيرونمان نفس البانك ليه هاي عم تبيع 60 وهي ولا واحدة هاي عم تحسز أنه أنت بحاجة للإنشورز لتكون إنسان يعني البيئة إنه عكس اللي عم بتقول لا أنه البيئة نفسة والأكسترنال فاكتورز نفسهم بس هاي عم تبيع وهي ما عم تبيع ليه هاي عم تبيع لأنه يمكن هي من جوة عندها موتيفاشن عندها تحفيز معين ما هي قادرة تعمل هيدا هيدا الشي عم تقدر تبيع سوهوني لأرجع لك لسؤال إنه نحنا إذا البيئة بتلعب أو ما بتلعب هو اليوم أنا وجاية عم بسمع كنة طوك على اليوتيوب بتقول إنه إنه نحنا نكون منفتحين منفتحين يعني مش بس منفتحين على الظروف الجيدة نحنا منفتحين كمان على الظروف مش جيدة لأنه شو يعني ظرف جيد وظرف مش جيد نحنا منيجا منقيم هيدا ظرف جيد هيدا ظرف مش جيد قبل ما نقيمه ما بنكون عارفين شو هو تعرف كمان أنتو عم تحكي عم بتذكر لأنه في كتير ناس بيحكوا قصة حياتهم نحس معهم على سوشال ميديا ومعارفين بلبنان وصاروا رواد أعمال وعندهم شركات بتطلع بتقول إنه هيدا إنسان كانوا أهله تحت العدم صار طبيب مشهور هيدا صبي كان عم بيبيع غراض على الطريق ليك وين صار اسمه وليك شو عنده بتقول مش معقول إنه من هيك بيئة تأكيدا عن اللي عم بتقوله بيطلع عنصر هالقدة فعال بالحياة صح بلانشو بعد أكتر من هيك يمكن هيدا البيئة هي اللي حفزته إنه يطلع لأنه لنرجع ما فيك تدعي حالك لهيك بيئة كمان أكيد ما فينا ندعي حالنا لهيك بيئة خلينا نحكي مش البيئة اللي وصلته هو الوجع اللي وصله لأنه الوجع اليوم هو اللي بيخلي الإنسان يتقدم بحياته أنا هيدا لعيدة ألف مرة على التيفي مع أنه في ناس ملاح تتوافقني ومن بينهم بلانش ليش بدنا دايما نطلب الوجع لنحصل على الحلو لا هلأ في الوجع وفي السوفرانس يعني المعاناة نحنا عم نحكي عن الوجع مش عن المعاناة المعاناة شي نحنا بنخلقه الوجع هو يعني بدي حس بالشغل بدي حس بأمور يعني مش كل الأمور اللي حتير مثل ما أنا بدي مضبوط يعني في مرات أنا لحكون expecting something يصير something else في مرات أنا بحب شخص كتير يظهر من حياتي أنا الوجع بسميه تحديات التحديات إذا بديك ممكن تسميه تحديات بس الوجع منا نص شون غلط يعني الوجع إلو فوائده يعني أنا مثلا بالإكسبيرينس تبعيتي يعني مرأت بمراحل صعبة كتير والوجع كان كتير قاسي بس كان شورت يعني أنا حاولت خففه وضهرت حالي منه ومن بعدها لإلة لي لأنه في ناس تستغل الوجع لتعتبر حالة بتستحق يعني في ناس واجعهم بيعلنوا عنه لا يستقطبوا هالاستحقاء اللي أنا وإياك عم نحكي عنه فمش نهيك ما بحبه صح هون صار يعني الشفقة الشفقة والأنا بصير حاسس حالي أنه أنا ضحية هيده هيده كمبلتلي أبوزت عن اللي عم نحكي عنه يعني الوجع حتى وقتها نحكي عن الوجع بإمباورمنت يعني بأنه الوجع بقوي كمير عم نحكي عنه غير أنه نحكي عن الوجع يا الله أنا عم بتوجع وأنا حرام وأنا ضحية لأنه هيدا الشخص بالنهاية هو أول ضحية لحاله لأنه لحعيش كل حياته مقتنع أنه هو ضحية ما لح يقدر يعمل اللي بده إياه بالحياة زياد اللي عم يحدرنا هلأ وحس حاله ما بيستحققكم مبسوط أصلا كلنا نحنا منحس بهالبالكون وبهالبلد وهيك أنه نحنا واللي مبسوط بيفتكروه يعني الفيوزات طائقين عن جد زي هلأ غير غير الإكزارسيسة اللي بتفلو مراسك أنك أنت عم تتحك وبتصير تتحك وهي ناشعة سراحة اللي عم يحدرنا كيف ننقل له اليوم أنت ليش بيستحق تكون مبسوط اليوم نحنا نهار الثلاثة بلاوش زياد كل الناس اللي عم تحدرنا ليه يستحقوا يكونوا مبسوطين شو بدي يقولوا لنفسهم اليوم ليقوموا يحسوا اليوم مبسوطين بأي شي عم يعملوا بأي أكل عم يتقوى بأي مهمة عم بيقوموا فيها بأي مشوار رايحين له أنا لح أسألهم سؤال قبل ما قلهم أنتوا عبادكم تكونوا مبسوطين أكيد كل الناس بتكون مبسوطة أنتوا بتمبسطوا إذا كنتوا مبسوطين في ناس بتحس بالزنب عم جاوبك فبدون يحلوا سؤال إذا هني عن جد عبادهم يكونوا مبسوطين هون بيبلش الجواب الجواب بيبلش بالسؤال خلينا نعمل هيدا معهم يعني هيدا البحث بالأفكار يعني لأنه حلو اللي قلتوا بتخيل فيوني يعملوا اللي عم يحضرونا وأنا منهم إنت لحيطلع لك كتير أشياء يمكن روحنا تحالس بعد هاللي كان أوكي سو أول سؤال حنسأله اللي هو هو هل أنا عن جد بدي أكون مبسوط أوكي هيدا بنسأله لنفسنا من جوابنا حيكون هون بدي أعرف أنه لحقول لحالي أكيد يعني عادة الأكترية لحيقولوا إيه أنا بدي أكون مبسوط من بعد هون بتفضل تكون مبسوط أو لا زعلان أوكي لحقولوا لك أنا بفضل تكون مبسوط أوكي طيب شو اللي مانعك اليوم تكون مبسوط أوكي حيسرد أمور حيخبرني عن الحالة بلبنان والميديات ومرتي مدرشو بنت مدرشو أم مدرشو طيب كتير منيح هيدقولي كلهم صاروا بس برجع بسأل سؤال نفسه شو اللي مانعك اليوم تكون مبسوط أوكي وفكرنا لوين بدي ياخدنا لنفس المحال ما في شي اليوم منعني يكون مبسوط إذا أنا بدي يكون مبسوط كل الظروف رغم كل الظروف اللي ممكن تكون حوالي رغم كل المصاعب وكل الواجع وكل الألم وكل المشاكسات أو اللي سميتها أنت ممكن أنا اليوم قرر أنه أنا أكون مبسوط أنا فيني يكون مبسوط لأنني قاعد مع بلانش عم بعمل هيدا المقابلة أنا قبل وبعد هيدا المقابلة يمكن عندي مشاكل كتير وهي اللحظة الصغيرة أني أنا قادر قوم الصبح وأطبخ طبختي أني أنا قادر القوم الصبح وأحضر هيدا الحلقة على التلفزيون هي أنه أنا عم بتنفس هي أنه اليوم يوم جديد يعني أنا عندي قرار فيني أرر إذا هيدا اليوم لح يكون يوم حلو أو يوم بشع أنا فيني كل يوم كل ما قواه على الصبح اخلق من أول وجديد زيادة اللي عنده هيدا الشعور بالبسط منه هلقات سطحة يعني بالفرح إذا بدك الداخلة عقبات الحياة يعني المال المرض بيتعامل معها أحسن لأنها موجودة موجودة ما في حدا بياخدها هيدا بلانش مننا هيدا العقبات موجودة وهي قسم يعني لا يتجزأ من الحياة اللي نحنا منعيشها بس أكيد وقتها أنا كون هي أنا كيف بتعامل مع الظروف الخارجة عن إرادتي هل أنا بتعامل معها بانكسار هل أنا بتعامل معها بعنفوين أنه لا أنا ما بيقبل أنا مدرشو أو أنا ضحية أو أنا بتعامل معها أنه هيدا أمور عم تسير إذا أنا مبسطت أو زعلت أو قتلت حالي أو هيدا هي صائرة صائرة أنا ما في غيرها لهذه الأمور أنا في نغير أنا كيف بتعامل مع هيدا الأمور طيب إذا أنا بدي أكون مبسوط نحن اتفقنا أنا لا بدي أكون مبسوط طيب يعني أنا بدي أتعامل مع هيدا المابسوط اللي خارجي عن إرادتي بطريقة خليني يكون مبسوط لأنه أنا في يكون مبسوط شوě أنا مبسوط كل نهار فردة الابتسام انا بالنسبة لقلي نكون مبسوطين انه نكون منفتحين يعني نتقبل يعني نتقبل كل لحظة مثل ما هي يعني نعيش كل لحظة مثل ما هي يعني نكون متوازين ومتصالحين مع حالنا نكون عارفين نحنا شو ونحنا مين وعن نحس بحالنا مش عايشين ببروغرام وماشين فيه وما حاسين بشي حولينا ومفكرين حالنا نحنا عحل عالم بالعالم ولا عايشين بضحية وبالزي وانه نحنا ما بنخاف وما بنعمل شي ونحنا ما فينا نعمل شي انه نكون متقبلين كيف بخلق ولد بتطلع بالولاد فيه ولد رغم كل الظروف فيه happy child وكتير مؤثر مبارح كان في فيديو لو حكيت شوي عن اطفال غزة باقي عامل فيديو لبنته بنته على الستيج عم بتغني وبنته بالمخيم عم ترقص نفس الرأسة عم بتطلع بهالبنت هونيك مبسوطة وهون مبسوطة افمل لدرس يعني شو يعني مبسوط جا عاتيني اكتر ليك اهل غزة انا بيقتلوني لانه وخاصة انا مثلا بقدر اعمل identification مع الاباء وكتير شفنا صور اباء مع ولادهم وكذا فبدي اول شي بوجه تحية لكل الاهل اللي هونيك وكل العالم اللي هونيك بس انا بتصور فينا انا اتعلم كتير من هالولاد ومن هالفيديويات لانه شفت كيف هن ممكن يكونوا مبسوطين اليوم لانه انا صغار ما بفكروا خلينا احكي عن الولد اللبنان اليوم حتى الولد اللبنان هلا انا وجاي شفت ولد هيك عم يماشي على الطريق يعني ولد من الطريق يعني ومتضحك عم يتضحك انا بتشوف اللي بتطلع بتقول انه هيدا مثلا بلقم بس ليك عم يرقص مفصول كل ما يصير معنا اقل وكل ما يصير عنا expectations اقل من الحياة كل ما قدرنا نكون مبسوطين اكتر يعني انا مثل ما قلتلك هديك المرة كنت عايش ببركينا فاسو 9 شور وحيات الله ببركينا فاسو افقر بلد بافريقيا يعني افريقيا افققار هو افقر بلد بافريقيا والعالم مبسوطين اكتر من فرنسا واكتر من لبنان واكتر من كتير بلدين زرتا لي؟ لانهم مبسوطين بالقليل لانهم مبسوطين بالقسس مرتاحين تعلموني شو علموني رحت انا هناك ببركينا فاسو كنت لحالي رحت على ميتم للولاد رحت لساعد هالولاد بس بتعرفي طلعت انا مساعد منهم لأنه انا حضانوني كنت لحالي هونيك علموني علمتني المديرة المدرسة هاي كيف انه هن بيزرعوا بالارض بتعلمون للولاد يزرعوا بالارض اذا زرعوا بالارض بيحصدوا ويقدروا يعيشوا منا قد دي نحنا حولينا في كرم كرم الارض وكرم الطبيعة ونحنا من مرات ما منشوفه لهيدا الشي يعني نحنا ما عنا شي صراحة يعني علمنا عن جد يعني نحنا قدما نحاول زياد هوا هنه من الوقت الحال نحنا هوا هنه الراع اللي دربني على كون مبسوط بلبنان يعني ايه ايه هلا كله عم يحضرونا اليوم بدنا نكون مبسوطين اول شي مش انجانرال انا انسان ببيتي انا انسان ببيتي انا بقلك اليوم بفيق الصبح بقول لحالي مرسي للشمس لانه الشمس كل يوم بتشرق انا بقول لحالي وين ما رحت لحقتني الشمس عم بتشرق كرمالي يعني ما بدي اخد تحصيل حاصل النفس والاكسجان والشمس والبحر هيك هل قد مش بس هيك انه اليوم طلعي مثلا اليوم بتفيقي مرات اليوم مثلا بيكون في غيوم ما بتبين الشمس بس الشمس موجودة وحاسس بدفقة هيدول الامور الصغيرة وورا كل غيمة في شمس يعني بدنا نكون في عنا ايمان ايمان بالطبيعة ايمان بالله ايمان بحالنا ايمان بالشو ما كان بدي يكون في عنا ايمان وفي عنا قناعة وبد يكون عم نبسط عم تقولي عنه النفس مهم النفس يعني ما فينا نعيش بلاه انه بدنا نكون مبسوطين ان احنا فيه بس لانه نحنا شعب يعني الكف اللي اكلناه نقلنا من اصلا بنعرف انه الشمس بتشرقه نحنا منتنفس ما كنا منتبهين لانه عايشين وفرحانين لوقت بتصير تقول معقول ارجع انا سوريا على الكلمة يعني ما بك حب كلمة بقصف يعني بس انه معقول اصير عقلي صغير دي تشكر ربنا على الشمس ايه بده تشكره اهيتنا هيك يعني اذا بدنا نكون نبلشين من منطلق هيدا اليدجا عنا نقمة هيدا النقمة ملاح تخلينا نكون مبسوطين يعني بدنا نرجع لهيدا المحل نحنا اليوم اذا عنا هيدا النقمة بدنا اول شي نحس فيها يعني اول شي ما نجي نزعل من حالنا انه انا يلي عنده هيدا النقمة وانا غلط لكن انا بده سامح حالي على اللي صار ومش مخصنة بده اول شي حسها وبده سامح حالي مثل ما عم تقولي وبده تاخد هي وقته لتظهر من جسمي لأنا تولا تتجو بده تظهر من جسمي وقته تظهر ما بده احكي فيها لانه كل ما احكي فيها كل ما غزيتها هو اليوم بغزية يعني بده ارجع اسأل حالي انا شو بفيدني انا بدي هيدا النقمة عم تفيدني بحياتي اوكي اذا ما عم تفيدني ايو ايو لاتي تجوب خليها تتفل مني اوكي تاخد وقته وبتفل اذا عم تفيدني بتركها وقتها تفل هي نحنا شوي شوي لحنقدر نشوف الامور بطريقة مختلفة لحنقدر نطلع على الامور بطريقة اكتر ايجابية بحياتنا لانه الامور امور بحياتنا هي متل ما قلنا الامور موجودة انا اذا زعجت منها حياتي لح تتنغص بينما اذا انا تقبلتها واتطلعت على الامور اللي انا اليوم مبسوط منها وعم بياخدها ممكن اطلع على الامور بطريقة اكتر ايجابية وهون يمكن المشاهدين يقولوا لك هذا شو عم يحكي نحنا ما معنا ناكل ونحنا ما معنا مشاكل هون ونحنا ما معنا مشاكل هون اكيد هايدي امور كتير صعبة وهيدي امور انا ما عم اقول انه هيني ما عم اقول انه الشمس اهم من الاكل انا اللي عم اقوله انه في عنا واقع معين نحنا عايشين فيه وهذا الواقع ممكن يكون حلو ممكن يكون كتير 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 مر مثل الواقع اللي حكيتي عنه بالفيديو اللي شفتيها مبارح وفي نحن عنا خيار بمحل معين أنا بدي زيد همي هم ولا أنا بدي هون عن حالي وإعظم اللي بيحب يلحقنا أنت تجوين مياه الفرحة لأن الحياة لحظة ويمكن ما تكون فرحة يمكن تكون لأنه يمكن العالم يقولولي كيف بدك تفرح وأنت ما معك مسارتك أو أنه مدري مين عم بيصر له هي مش فرحة هي شعور بالرضا شعور باللحظة باللحظة بالسلام بالمومنت وهو نظرة للحياة بتقوينا بدل ما تضعفنا هي نظرة للحياة لأنه نحن بالنهاية بنرجع لكي مان هذا الكنسف بس هالحياة شو صعبة يعني صعبة بحلوتها يعني صحيح تصور الحياة حلوة كلها أصلا ما في شي حلاوة مانه موجودة إلا بالبشاعة والفرح مانه موجود إلا بالتعاسي والألم شو عكس الألم الصحة مانه موجودة إلا بالألم يعني كل شيء في نقيده مهم نعيش اللحظة مهم نعيش اللحظة ومهم نقول لحالنا أنه نحن على هذه الأرض لفترة معينة عنا فترة معينة إحنا هنا كيف بدنا نستعمل هذه الفترة على الأرض وبزيد عليك زيادة نظل نردد لنفسنا أنا بستحق كون بصحة جيدة أنا بستحق كون عند مديات لعيش وأنا بستحق كون سعيد بدك قلليك أكتر وحدة بستحق صعبة أنا بستحق كون إنحب أنا بستحق كون محبوب وهو بحب حالي ما هو ما هو ببلش من حب الذات يعني كل شيء اليوم بدنا نحن نعطيه لحالنا السعادة نحن نعطيه لحالنا الحب نحن نعطيه لحالنا حتى الماديات نحن فينا نخلقه ما هو المادة بيقولولك energy بالنهاية هو change of energy سو بستحق كون بصحة جيدة بستحق كون محبوب بستحق حب حالي حب حالي أكيد محبوب ببلش من هون بستحق كون مكتفة هيك بدنا نقولون وكل إنسان عنده اللي بيستحقه يعني هي فيها تكون بس بستحق فقط أنا بستحق أنا أستحق أنا أستحق هيك لحن نختم أنا وياك مستحقين مشاهدينا لحروح لفاصل وما نتابع موسيقى 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 موسيقى